فقد أمه وأباه ولا يزال يبحث عن بقايا أسرته بين الركام هذا ما خلفته ضربة لمقاتلات التحالف العربي على هذه البيوت الطينية المتواضعة في مدينة حيز لا حوله أمي أمي لا حول ولا قوة شاب انتهامي آخر يبحث ليس عن ما تبقى من أسرته بل عن بقاياهم من ذات الصاروخ لحيث قصة تختزل معاناة شعب تاه مصيره بين قسوة الأعداء واستهتار الحلفاء ليرتفع جبل من الركام والآلام معا في هذه المدينة الساحلية فقسو طائرات التحالف ليس إلا واحدا من مآسي هذه المدينة الحزينة فمليشيات الحوثي لم تألو جهدا منذ انتزاع مركز المدينة وتحريرها مطلع فبراير الماضي من قبضتها وعودة الكثير من السكان لتصبح هدفا حيا لقذائف الهاون والصواريخ الكاتيوشا كانت آخر قذيفة قضت على أسرة المواطن علي محمد شهاب وبالإضافة إلى الخسائر البشرية هناك خسائر في ممتلكات المواطنين ومنازلهم وهذا وحده لا يكفي ولا يكشف عن وجه هذه المدينة وعن الأوجاع التي تكالفت عليها فحيث معركة لم تنتهي إذ لم يتم تحرير من حيث إلا مركز المدينة فيما يظل ما يربو عن ستين في المائة من محيط المدينة وريفها تحت سيطرة مليشيات الحوثي مليشيات الحوثي أقدمت على تهجير سكان عدد من تلك القرى المحيطة بالمدينة وتحديدا غرب وشمال المدينة وتحويلها إلى مواقع وثقنات عسكرية وضعت فيها منصات الصواريخ لاستهداف مركز المدينة أكثر من 1800 أسرة نازحة من حيث التابعة لمحافظة الحديدة والتي لا تزال تعاني أيضا من شبكات ألغام خلفتها المليشية في المدينة يشتكي سكان المدينة من جور المجاعة التي باتت هي الأخرى تهدد حياة السكان فيما تتعامى المنظمات الإغاثية عن تقديم ما يسد الرمق أهل المدينة ويقفيهم الحاجة الدنيا من مقومات الحياة منشدات كثيرة يرفعها بعض الناشطين والمحتجين بالإسراع في استكمال التحرير لتأمين المدينة وإغاثة سكانها